شنو هي الاحشاب اللي مسموح الانسان يستعملها. فالاحشاب هنا غادي نقصرها واحد الوصفة اللي كيكون اللي تكون الضغط مرتفع ولكن مساعدة وضروري عنا نشربوها ونديرو فارق ديال ثلاثة السواياع اللي بغنا نشربو الدواء. نعم. فكن ناخدو فيها لويزا. ولويزا غير منصوح بها عند الناس اللي عندهم الضغط منخافض. نكا طيح التنسيون. هردو لها بالفاء لويزا الزريعة ديال بسباس. النعناع الفليوي. ديالنعناع الفليورة معروف عند الناس اللي كيبيعون النعناع ونعناع الصوفي لميليس ما كيش محسن منها في في الضغط منك يكون مرتفع. فكن ناخدو لويزا جوج ديال الوراق ونصف مالقة صغيرة من الزريعة ديال بسباس. نعم. من النعناع الفليوي. مهم. ومن النعناع الصوفي. ايه. وعافاكم احترمو المقادر. غدي نضيفو لهم كاس كبير ديال الماء مغلي. نخليو حتي يطلق مزيان. نصفيوه ونشربوه بالليل بعد الاكل. هادي بنسبة الوصفة للضغط مرتفع. بنسبة العكس. وصفة اللي كيطح لهم التنسيون. فهد الاعشاب اللي مخش الناس اللي عندهم التنسيون طالع ياخدوهم اللي هي السالمية. مهم. وليزير وعرق سوس. نعم. فهدو بتلاشا بهم كيطلعوا التنسيون. اذن السالمية كنناخدو خمسة ديال الوريقات. مهم. ليزير كنناخدو معلقة صغيرة. عرق سوس كنناخدو نصف معلقة صغيرة مطحون. هدو المكونات كنخلطوهم. كنزيدو عليهم كاس صغير ديال الماء مغلي. وكنخليو حتي كيطلق. كنصفيو. وكنشربوه بالليل. هاد الوصفات كندومو عليهم على الاقل واحد المدة ديال ثلاث شهور. واذا بغينا يعني نزيدو نكملو حتى ستشهور ماشي مشكل. نخليو الفارق ديال ثلاثة سواعي بيناتهم. فان شاء الله غادي تعطي نتيجة. اذا ناكلو معنا الناس اللي عندهم ضغط كي يطاح. يعني التنسيون كي يطاح. ما ياخدوش اللويزة. مزيان اللويزة. الناس اللي عندهم تنسيون كي يطاح. اكيد. العكس. الناس اللي عندهم تنسيون كي يطاح. مزيان ياكلو او يستعملو عرق سوس. عرق سوس. لنا سيوازن الضغط الدموي. نشكر كتير دكتور هماد على هاتزوج ديال الوصفات. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.